السعيدية اللي كانوا حاضرين فيها اللائبين اللي اعطووا شيء الكثير في الجهة الشرقية واللي كنسميه واحنا يلحظة إيرفان من طرف الجامعة الملاكية المغربية اللي كرمات وعطات وقت لهاد لائبين اللي اعطووا كما اسبقتوا وذكرت شيء الكثير للمنتخب الوطني المغربي يمكن تكلموا على الميليو دوتيران ديال المولودية الوجدية السميري طاهيري راشيد نكروز وما أدركها من راشيد نكروز فأطاشي الكثير كمدافع للمولودية الوجدية مرزاق هاشم البرازي البياد تميمي هالك اللاعب المولودية والكوكب المراكوشي فلحظة إيرفان كما كانت شاهدوا الصورة ديال النكروز مع لائبين ديال المنتخب الوطني الحاليين فنشاهدوا الفيديو ديال هاد اللحظة الإيرفان اللي كانت في الجهة الشرقية وبالضبط في مدينة السعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رائعة جداً هذه اللحظات وذلك المقتطف الأخير دي الحاكميلي ورفحان فرحان جداً بهذا اللحظة دي العرفان وهذا المباظرة اللي كانت من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فشيء جميل حسين ميكتشوف جميل هذا الموضوع هذا إيمان وحديث دو شجون بالفعل حقيقة مخصوش يكون مناسباتي بالفعل مخصوش يكون مناسباتي هذا واحد وأخصان فهموا واحد القضية مهمة جداً يبما تابت عقيدة اللي هي شناية اللي هي أنه الكرة المغربية الحالية اللي تنعيشوا دابا حين تنفرشوا فيها وتنصفقوا عليها را هي بالجيل دي السبعينات والسينات والخمسينات والثمانينات را هاد الناس اللي يخدوا المشعل باش يحافظوا على القيمة الكوروية المغربية وتبقى غادة في حد النفو وتبقى منافسة إفراقياً ودولياً مزيان وصلنا الآن هاد النفوة دي اللي احنا فيه فقد سنفهموا بأنه ورد تيران دي الكورة تراسة بألم والشينات والمسينات والخمسينات والمسينات والخمسينات 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 وال الملاهر تدور في كرة القدم فبالتالي ذاك الوقيتها لا أشكان ذاك الوقيتها وهذه ستعرف الجامعة الملكية وعرفها بطبيعة حال وعرف أي واحد ذاك الوقيتها كانت تضحيات أره من اللي غادي تمشو وتسأوله لعاب القدام أره غادي يقول لك تنصرف من جيبي على كرة وكتنصرف من جيبي على الفرقة وكتنصرف ربما من جيبي على المنتخب من أجل كرة القدم المغربية فعافاكم باقي الناس في الحياة وما حدوهم باقي في الحياة أكرموهم لأن ما عند التمعنا يموت وندلوا لي تكريم تكريم للراحل أخلي عندك فهو حسين هذا النقطة اللي كتجرك إلا كلا يستفدوا يستفدوا العائلة سيرعطاليهم مباشرة يعني تكريمرا ليس فقط مادة يعني أنك ستعطيش حاجة شهريا نعم شوف هدبها كيفاش الأجواء كيفاش فرحام ونحن نحن معك صادق أكثر أختي يا إيمان ليس غير التعثير المعنوي النفسي أنه تكريم ألا تكريم ألا لماذا؟ تكريم ألا تكريم ألا تكريم ألا تكريم ألا تكريم ألا تكريم لا تكريم ألا تكريم ألا تتكريم ألا تكريم وعيش كريم وعيش معزز بالفعل يموت تحيد لي بس مجيش الولاده باش ميكونش الريع ما عرض وكانت منوحوشين في النقطة هذه ما تقتصرش فقط شاهدنا هذه المبادرة من الجامعة الملكية المغربية كذلك في المقابلة الودي لجمعات المنتخب الوطني المغربي بالمنتخب الليبي في وجدة يعني ما تقتصرش فقط على الجهة الشرقية بل بغينا في ملعب المنتخب الوطني المغربي تكون هذه المبادرة هذه يعني من سنة يعني يكون دك شيء كونتينوي كيمس بقتي وذكرتي يعني ليكون دي صالير يعني ليش فقط يكون دك شيء مناسباتي فهذه هي الرسالة دينا على شلال الجامعة الملكية المغربية لأنه ناس اللي اعطوش كتير في وقت واحد لوقيتا لما كانوش الفلوس ما كانوش شورة ما كانوش أضواء ما كانوش بزفر صحيح ورسالة ماشي فقط حنا للمسؤولين على مسوى الوزارة على مسوى الجامعة الملكية حتى على مسوى العندية تلعندي يكونوا مخلصين لمن أعطوه وما تقتصر فقط من أجلكم من أجل نادي وما تقتصر فقط على اللائبين نعم كين حكام كين شعجد متغيال كين رؤساء دازو إلى آخرين كين شفور يعني في كيد ديو الكيران يعني اللائبين دونك هؤلاء كاملين رداخلين في منظومة دي الكرة القادم وداخلين في هذا الماتش اللي كيمشي اللائبين هذا كتير هذا الجماهر فهي كلها إد وحدة فكنت منه هذه الرسالة توصل لأنه بزاف جي الناس لكي آني نعم وصرتو الأندية غالي اللحنة على الأندية صرتو الأندية أندية رجاء أنا مثلا تكلمش على كون الأندية كين بعض الأندية اللي فاهمة وكين بعض الأندية مخلصة للمناظرين ديولها كورويا وكين بعض الأندية تنكرت بطريقة غير مباشرة لمن صنعوا تاريخ النادي لمن صنعوا تاريخ النادي غير مقبول الأمر بتاتا غير مقبول كان عندكم لعاب كانت تحمل القميز يا النادي وتوج مع النادي ببطولات وطنية وربما إفريقية وفي آخر المطاف ما عرفش شي حاجة اللي تزم شي ستقدك السيد غارق في الفقر في الفقر لا يمكن أن تفكر نادم بشي حاجة كي تفكر أنك للي عمد وحاجة لا أحد 何 شي أعفكم عفكم شي حاجة شي حاجة أنا والله إنتظار بين قوسين إنتظار أن الضحارة أقسمه بربي الكعبة إنتظار أن الضحارة كما بغى تكون هذه الفرقة والله العظيم إلا واحد الجزء النسبة من المدخول الجماهير سيخصصوا كل مرة للاعب كل مرة للاعب حتى نحصيهم كاملين بحتي لي يعني ذاك المدخول ما غير يكفيش تفلي ليتيج ديال لا أنا مشي مدخول بحل دابا مثلا لعبنا مارش دخلت لي دائما عندك مارش ده مدخله نقولوا ألا لا أقل ما كان 50 مليون 60 مليون هكذا غادي نخصص منها خمسات المليون شنية خمسات المليون خمسات المليون أنا ديال هاد اللعاب اللعاب اللي إعطاء اللعاب اللي مثلا لي وعارفوا بأنه يعيش وضعية صعبة يعيش وضعية صعبة ماديا يعيش وضعية صعبة غادي نديلي خمسة كان مدخول أكثر أنت ديلي عشرة كان مدخول مئتين مليون أنت ديلي عشرين ولا سيجاجك حماش بزفج الأمور بزفج الأمور ماديك سيدر النادي تعرف بيه هو ألا تعرف بكتا ألا تعرف بهذاك اللعاب اللي تعرق وتجري وتماركي لأنه يحزوا في النفس أنك تسمع لاعبين ديال بعض الأندية اللي مساكن يعانون الفقر بما تحملوا الكلمة من معنى للأسف كل ما هو ولدو كبر وخدم كل نرى لأسف 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 لأسف